نفذ تنظيم داعش خلال الأيام الماضية هجمات متتالية طالت منشآت حيوية مهمة وصلت إلى مناطق حزام بغداد ما يظهر الاستراتيجية الجديدة التي بدأ داعش يتبعها لتخفيف الضغط الذي تشكله القوات العراقية على المناطق الواقعة تحت سيطرته وذلك من خلال إضعاف بغداد ومحاصرتها وزيادة المشاكل الداخلية وبهجوم التاجي يكون التنظيم قد نفذ سادس هجوم حيوي له خلال أقل من أسبوع طالت بئري نفط في حقل خباز في كاركوك وهجوما على حقل علاس النفطي في صلاح الدين ومهاجمة الرمادي وتفجير أحد الجسور الحيوية فيها فضلا عن مهاجمة عمرية الفلوجة وتفجير مركز الانتصار في قضاء أبو غريب التفجيرات التي طالت العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية كشفت عن ضعف في إعداد وتنسيق قوات الشرطة والجيش المنتشرين بالعاصمة ما دفع الحكومة إلى سحب قوات من الموصل وأماكن أخرى لتعزيز دفاعات العاصمة بغداد حيث كشف كبير المتحدثين في الجيش الأمريكي الجنرال استيفوارن نقل قرابة 50% من القوات الموجودة على عدة جبهات وتحديدا جبهة الموصل إلى العاصمة بغداد لحمايتها من هجمات داعش إلا أن القادة العسكريين الأمريكيين يشددون على ضرورة أن يكون الاهتمام على معركة الموصل لأنها الطريق الوحيد للقضاء على هذا التنظيم لمرة واحدة وإلى الأبد